تحت شعار التمكين الاقتصادي والمرأة الريادية انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية فاعليات مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته الثانية والذي شهد تكريم الأستاذة كوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام وذلك لدورها المتميز في الأعمال والأنشطة الاجتماعية والوطنية وكذلك تكريم الكاتب والفنان التشكيلي عادل مشعل هذا التكريم الآن إذا أريد أن أتحدث عنه إنما جاء بناء على توصية أو موافقة من اللجلة المهرجان باختيار بعض الشخصيات العربية منهم اختلف أخطارنا العربية وجاءت الكويت أن تكون أيضا موجودة في هذا التكريم هذا التكريم يعطيك مجال أكثر للإبداع لأن المرأة اليوم خذت حاصر كبير من الفن التشكيلي ووصلت إلى مراتب عليا فهذا التكريم نامائي من المرأة إلى المرأة يعطيها تشجيع أكثر ويليت هذه الدورات اليوم دورة ثانية يليت الدورات الأخرى يكثر فيها العدد الفناني التشكيليات المهرجان الذي قام أيضا بتكريم كوكبة من النساء المبدعات العربيات ستشهد فاعلياته على مدار أيامه الثلاثة جلسات عمل المشاركين إضافة إلى بعض المسابقات الإبداعية المرأة الكويتية التي تعزز وتفرض وجودها على المجتمع وبالتالي الحمد لله المرأة الكويتية بما فيه مشابات الكويتيات لهم بصمات جدا جدا واضحة ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه المسيرة وأن يكون للمرأة الكويتية دور فاعل أكثر أيضا في المراكز القيادية في المجتمع في الدولة تكريم جديد تحظى به المرأة الكويتية والتي تخطو خطوات وثقة على طريق التميز وهو ما يكشف عن الرؤية الواعية والعطاء الذي تمتلكه لتدفع المجتمع إلى مزيد من الإبداع ياسر سان تلفزيون دولة الكويت شرم الشيخ